وما زال يكرره حتى قبل قليل في عاجل يقول موقفنا ثابت من دعم الجيش الوطني الليبي يقصد مليشيات حفتر الحمد لله إن شاء الله بإذن الله سيجرم هذا الجيش هذا الذي يقال له جيش بعد ذلك ماذا سيكون وضع هذا الشخص الذي يتدخل وينتهك سيادة الدولة الليبية ويتكلم في أمور لا تخصه أنت لا يخصك تدعم هذا الجيش لماذا تدعمه؟ ما علاقتك به؟ هذا خارج حدود عرضك مثلا لو نحن دعمنا مجموعة مسلحة وذهبت إلى مصر وقامت بعمليات هل سيسكت السيسي؟ ولا يقول أن هذا دعم انتهك به سيادة مصر وانتهكنا به بوحد أنا عن المصريين أن يعملوا الآن على التركيز لأن هذا سيعمل على تدمير النسيج الذي ربط بين ليبيا ومصر بعمق العلاقات مصر وليبيا نسب وإسخار وعلاقات عائلية واجتماعية كبيرة جدا حتى علاقات اقتصادية موجودة من تجار ولذلك أنا أعتبر تدخل السيسي هو لتدمير الدول العربية فلا تجعلوه هذا سيأخذ الأموال ويذهب إلى الخارج لكن ستبلون أنتم بهذه المشاكل اشتركوا في القناة